أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الانتهاء من المبادرة العالمية للمدن المستدامة وأجندة برنامج يوم المياه والذي ينظم لأول مرة بقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ جاء ذلك خلال ترأس وزيرة البيئة لاجتماع مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لعرض ومناقشة عدد من الأنشطة وخطة العمل واعتماد محضر وقرارات وتوصيات الاجتماع السابق